تحصيل الاموال رئيس السيسي الهدف من ميكانة الجمارك ضبط خروج ودخول البضائع قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ان الهدف من ميكانة الجمارك ضبط خروج ودخول البضائع وليس فقط تحصيل الاموال منظومة الجمارك هي ضمن اجراءات الدولة للدخول في عصر الحداثة واضاف السيسي خلال افتتاح معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا في دورته الثالثة ان الدولة المصرية تسعى الى ميكانة والدخول في عصر رقمنة للدولة المصرية في كل مؤسساتها وقطعاتها والموضوع لا يقف على تحصيل اموال فقط واشار الرئيس السيسي الى ان مصر لديها اتفاقات حرة مع عدد كبير من الدول موضحا ان ال 21 من يونيو ستكون في منطقة اخرى وسنكون في منطقة اخرى خاصة بعد تطبيق منظومة الرقمنة في كل القطاعات وتفقد الرئيس عبدالفتاح سيسي اجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا الرئيسية للشركات العالمية المختلفة في دورته الثالثة وكذلك اجنحة عدد من الوزرات واستمع الى شرح من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التي تعمل بالغاز الطبعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة للذوي الاحتياجات الخاصة كما استمع الرئيس عبدالفتاح سيسي الى شرح مفصل من المسؤولين حول منتجات المعرض خلال افتتاحه معرض ومؤتمر النقل الذكي واستمع الرئيس عبدالفتاح سيسي اليوم معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا في دورته الثالثة كما انطلقت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا والتي تتضمن كايرو آي سي تي وتعقد تحت شعار The Big Reset وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح سيسي امس ويتزمن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الاوسط وافريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية وتبني منظومات النقل الحديثة التي ترتقي باداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة ومن بوابة اخبار اليوم نقرأ الصحة تسجيل 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة اعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 98 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع اجمالي العدد المتعافين من الفيروس الى 101,881 حالة حتى امس واضحت وزارة الصحة انه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت ايجابية تحليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن اجراءات الترصد والتقصي والفحصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية لافتا الى وفاة 13 حالة جديدة وقالت الوزارة انه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضي فان زوال الاعراض المرضية لمدة 10 ايام من الاصابة ويعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا وذكرت ان اجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاحد هو 113,027 حالة من ضمنهم 101,881 حالة تم شفاؤها و6,548 حالة وفاة وننتقل الى الوطن ونقرأ وزير التعليم لو افلنا المدارس كل الطلبة هيعيدوا السنة قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه في حالة صحية جيدة ولم يصب بكورونا حيث انه وخلال الايام القليلة الماضية كانت هناك انباء سخيفة بمرضه بكورونا وهي شائعة غير صحيحة ولا اساس لها الحمد لله كل بخير واضاف شوقي ان الوزارة دائما ما تحصل على الاراء من قبل كافة المعنيين بالقطاع الصحي من الحكومة المصرية ولجنة ادارة الازمات التابعة لرئاسة الوزارة حيث ان الوضع الحالي لا يقود لأي قرار بخصوص الاغلاق وذلك لوجود ضوابط ملزمة لطريقة التعامل مع الفصول التي يظهر بها اصابات بفيروس كورونا واوضح انه وفي حالي قررت الدولة الاغلاق بشكل عام سيتم الاعتماد على الطرق التعليمية البديلة والتي اعلنت عنها الوزارة وتابع ان الوزارة ستهتم باستكمال المحتوى التعليمي ثم تقييم لكل الطلاب ومن يعتقد انه وفي هذه الظروف نستطيع ان نغلق المدارس ونعد نلعب وننجح ده مش هيحصل ولو المدارس افلت وما كملناش هنعد في نفس السنة ومش هننجح بنص المنهج نذهب الى الشروق ونقرأ وزير النقل الانتهاء من توسعة وتطوير الطريقة الدائرية من دون عوائق بنهاية ديسمبر قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ان هناك تأخيرا في المخطط الزمني لانهاء توسعة الطريق الدائري موضحا ان الرئيس عبدالفتاح سيسي اصدر التوجيه للوزارة شهر يناير من هذا العام واضاف الوزير ان الرئيس يريد انهاء الموضوعات في وقتها والتغلب على كل العوائق لافتا الى انجاز التوسعة لما هو متاح من دون عوائق من كابلات الكهرباء ومعصير المياه وكابل الانترنت وفي اقرب وقت واشار الى ان توسعة الدائري تشمل تنفيذ طريق خدمة لحركة المواطنين من الشوارع الجانبية متابعا انه سيتم الانتهاء من توسعة المناطق من دون عوائق بالدائري بنهاية شهر ديسمبر ولفت وزير نقل الى نهاية الاعمال لاخر جزء من الطريق الدائري بحلول ديسمبر لعام 2021 معلقا الامر ليس سهلا ومقتنعون اننا نبذل قصارى جهدنا ونعمل اللي علينا ونعمل ليلة نهار وذكر ان الرئيس عبدالفتاح اسيسي والدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابعان عمل الوزارة يوميا مضيفا كل مواطن من حقه يتابعنا ومستعد ان حد ييجي يسألني عن الخطط ويقول لي انت جبت الفلوس منين ومن موقع مصراوي نقرأ معاش مدى الحياة وكشك وزيرة تضامن تستقبل سيدة المطر وتوجه بتلبية احتياجاتها حيث استقبلت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعية سيدة نعمات المعروفة اعلاميا بسيدة المطر وزوجها في مكتبها بالوزارة في اطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة صبر الدعم للأسر الاكثر احتياجا من خلال اجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة والتمكين الاقتصادي للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الابعاد واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لمطالب سيدة المطر وزوجها حيث طلبا العودة الى قريتهما في بني سويف حيث يتوفر لها مسكنا بأسرة وزوجها ووجهت الوزيرة برافع كفاءة المسكن وفرشه كما شددت على اجراء بحث لحالة الأسرة وقررت القباج ايضا تقديم دعم نقدي للسيدة نعمات تبلغ قيمته 600 جنيه شهريا بالاضافة الى توفير مشروع تربية دواج بقريتها في بني سويف بقيمة 5000 جنيه وتوفير علاج شهري لها كما قررت الوزيرة تحمل اقامة مشروع كوشك لزوجها بتكلفة تبلغ 20 ألف جنيه في قريته بمركز الفشن ببني سويف بقيمة 5000 جنيه وصرف 600 جنيه له لمدة ثلاثة أشهر تحين نجاح مشروعه بالاضافة الى اجراء كشف طبي كامل عليه ومن اليوم السابع نقرأ الزراعة منحو 58 ألف رخصة للإنتاج الحيواني والداجني وتؤكد 70% منها العام الجاري ووصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التوسع في موافقات ترخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلافية من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل ضمن خطة الدولة للتوسع في الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان وزيادة المعروض منها في الأسواق والحد من الاستيراد ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة في تصريحات لليوم السابع إنه يجري التنصيق دوريا مع مدريات الزراعة بالمحافظات المختلفة للتيسير على المربيين ومقدم الطلبات للحصول على ترخيص للمزارع وإرسالها للقطاع للتنصيق مع الجهات المعنية للبحث والبث في حقية الطلبات الواردة مضيفا أنه جرت زيادة أعداد الترخيص للمزارع مزارع الإنتاج الحيواني ومنشئات الثروة الحيوانية بموجب القرار الوزري 773 لسنة 2017 من 145 مزرعة فقط مرخصة قبل عام 2017 إلى 58 ألف رخصة حتى الرابع من الشهر الجاري قائلا 70% منها العام الجاري وهناك ترخيص تنمح للمناحل ومزارع الألانب والتركيب الوراثية والخيور بكده تكون انتهت جولتنا الإخبارية هنروح نفاصل ولسا مكملين مع حضراتكم واتروحوا في حتة وياكم مني